يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فانوراما الظهور المهدوي الحلقة الرابعة والخمسون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلقا بائنا لا رجعت فيه إن كنت راغبا في إمامك وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى سؤال بعد أن تم الكلام في العناوين الفرعية لآخر عنوان من عناوين مرحلة الظهور العنوان الأخير نهاية مرحلة الظهور أما العناوين الفرعية فهي وفاة قائم آل محمد صلوات الله عليه المهديون الاثنى عشر رجعة الحسين صلوات وسلام وتحيات على الحسين تم الكلام في هذه العناوين وطرحت سؤالا ما هي الصورة التي يمكننا أن نتصورها عن وجود الحسين صلوات الله عليه ووجود المهديين الاثنى عشر في عالم الرجعة الكبرى قرأت عليكم رواية من الكاف الشريف من الجزء الأول وعلقت عليها بعض شيء من التعليق سأعيد قراءتها كي أكمل كلامي من حيث توقفت في الحلقة الماضية هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة ثلاثمية واثمانية وعشرين للهجرة وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران إنه باب مولد النبي ووفاته صفحة خمسمية وثلاثة عشر الحديث التاسع والثلاثون بسنده بسند الكليني عن داود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله ونحن نسلم على نبينا في خاتمة كل صلاة من صلواتنا الواجبة اليومية ومن صلوات المندوبة في كل صلاة واجبة من صلواتنا اليومية نسلم على رسول الله ما معنى هذا السلام هل أننا نصلي ونحن لا نفقه ما نقول فتلك هي صلاة الحمير بحسب القرآن بحسب سورة الجمعة الذي يحمل معلومات ويرددها على لسانه وهو لا يفقه معناها فذلك هو الحمار الذي يحمل أسفار الذين لا يعرفون معنى السلام على رسول الله في صلواتهم فتلك هي صلاة الحمير هنيئا للحمير بصلواتهم ما معنى السلام على رسول الله فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وابنيه يعني الحسن والحسين وجميع الأئمة من السجاد إلى قائم آل محمد إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته الزهراء وابنيه الحسن والحسين وجميع الأئمة من سجاد العترة إلى قائمها وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ويسلم ما فيها من السلام من الميثاق الذي أخذ على محمد وآل محمد وعلى شيعتهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شيعة فيها إنها سالمة إنها أرض السلام لا شيعة فيها قال لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة على علي والزهراء وعلى أولادهما من المشتبى إلى القائم فهؤلاء هم جميع الأئمة من بعد رسول الله وأخذ رسول الله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك إذن السلام تجديد ميثاق تجديد ميثاق مع الله ومع رسول الله تجديد ميثاق حول الرجعة الكبرى فهذه العناوين ترمز وتشير إلى الرجعة الكبرى إلى اليوم الثاني من أيام الله وأخذ رسول الله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك وإنما السلام عليه على رسول الله تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه وإنما يكون تعجيل الرجعة بتعجيل فرج قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه لأن يوم القائم هو اليوم الأول وهو المقدمة لليوم الثاني وهو اليوم الأعظم من أيام محمد وآل محمد في هذه الدنيا لأن يوم القيامة ما هو من أيام الدنيا يوم القائم من أيام الدنيا ويوم الرجعة الكبرى من أيام الدنيا أما يوم القيامة الكبرى فما هو من أيام الدنيا تكون الدنيا قد انطوت صفحتها اليوم الأعظم من أيام الله في الدنيا هو يوم الرجعة الكبرى يوم القائم يكون مقدمة وفاتحة لذلك اليوم الأعظم وإنما السلام عليه على رسول الله تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه لأن السلام يتجلى في آخر عصر الرجعة العظيمة السلام هناك في الدولة المحمدية العظمى التي تستمر خمسين ألف سنة هكذا أخبرونا أحاديث الرجعة هي التي فصلتنا القول عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه الرواية تحتاج إلى شرح تفصيلي لكنني لست بصدد شرحها إنما أردت أن ألتقط منها لقطة خاطفة هذه العناوين التي وردت في الرواية الشريفة الأرض المباركة الحرم الآمن البيت المعمور السقف المرفوع هذه رموز هذه العناوين رموز ثقافة العترة الطاهرة في قرآنها المفسر بتفسيرها وفي أحاديثها المفهمة بتفهيمها تعتمد كثيرا في معارفها العميقة على الرموز والإشارات القرآن مثل ما هو كتاب عبارة في الوقت نفسه هو كتاب إشارة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول نزل القرآن على أربعة أشياء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء هذا القرآن ما هو بكتاب بشري كتاب أنزل للبشر لكن أسلوبه وصياغته تختلف عن الأساليب العادية عند البشر هذا القرآن له مجاري كمجاري الشمس والقمر مثلما تبدأ الشمس في طلوعها ضعيفة وشيئا فشيئا حتى تصل إلى أقصى ما يمكن أن يصل إلينا من ضوئها ومن أشعتها وبعد ذلك أيضا باتجاه الغروب فإنها تضعف شيئا فشيئا في كل يوم والقمر في كل شهر له مجاري القرآن هذا له مجاري كمجاري الليل والنهار الظلام كذلك يبدأ ضعيفا ثم يشتد ثم يزول شيئا فشيئا والنهار كذلك القرآن بحسب قاعدة المجاري فإنه يجري مجرى الشمس والقمار ويجري مجرى الليل والنهار له مطالع وله حدود وله ظواهر وله بواط فللآية ظاهر ولها بطن إلى سبعين بطن هكذا حدثونا عن قرآنهم فهذا القرآن نزل على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق والإشارات رموز واللطائف رموز تكون أخفى من رموز الإشارات أما الحقائق فذلك شأن آخر هذه الرموز في الرواية تشير إلى جهات مملكة الرجعة بالإجمال فإن الأرض المباركة ما هي بأرضنا هذه إنما أرضنا جزء منها الأرض المباركة هي المكان الذي ستكون فيه الرجعة في أرضنا هذه وفي سائر الأجرام السماوية وفي كل المجرات التي تكون ضمن مملكة الرجعة الكبرى والأمر هو هو سيكون باتجاه الملأ الأعلى فإن البيت المعمور في السماء الرابعة الرواية تقول وأن ينزل لهم البيت المعمور هو لا يتحرك من مكانه وإنما سيكون ضمن سلطة هذه المملكة وأما السقف المرفوع فهو أعلى حد تصل إليه مملكة الرجعة الكبرى هذه العناوين رموز نحن بايعنا في بيعة الغدير على أن نتعامل مع القرآن وفقا للمنطق العلوي لأن النبي صلى الله عليه وآله هكذا أخذ علينا ميثاقا من أن القرآن لا يفسره إلا علي إلا علي ومن أن الفهم لا نأخذه إلا من علي إلا من علي ومن أن عواطفنا لا تنضبط إلا ضمن موازين علي اللهم والي من والا وعادي من عادا عواطفنا ووجداننا وضمائرنا وأرواحنا وقلوبنا ميلها وانقباضها وفقا لعلي لموازين علي اللهم والي من واله وعادي من عادا وأما أعمالنا وحركاتنا فلا بد أن تنضبط وفقا لعلي وانصر من نصر واخذ المن خذله هذه كلمات رسول الله في بيعة الغدير فبيعة الغدير تملي علينا أن نلتزم بالمنطق العلوي لا أن نخون البيعة مثل ما فعل اللعناء في سقيفة بني ساعد ومثل ما فعل اللعناء في سقيفة بني طوس يعلنون إيمانهم ببيعة الغدير في سقيفة بني طوس لكنهم عمليا يخونون البيعة مثل ما قال لهم إمام زماننا في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة أربعمية أو عشر للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم يا مراجع الشيعة الخطاب لمراجع الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد هذا هو عهد الغدير ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فأسس الطوسي اللعين لهم مذهبه اللعين وأسس الحوزة اللعينة في النجف وأنتجت ما أنتجت لنا عبر القرون الماضية من الضلال والجهالة والتفاهة والسفاهة وإلى هذه اللحظة كتاب الاحتجاج للطبرس هذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يجتمل على الجزئين في صفحة الثانية والخمسين بعد المائتين من حديث طويل يبدأ في صفحة الأربعين بعد المائتين حوار فيما بين أمير المؤمنين وبعض الزنادق في شبهات تثار على القرآن موطن الحاجة هنا سيد الأوصياء يقول وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز هناك رموز في هذا الكتاب مثل ما قال الصادق صلوات الله عليه إنما نزل القرآن على أربعة أشياء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق الإشارات واللطائف والحقائق كلها رموز ولكنها على مراتب مختلفة وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه القاعدة القرآنية الواضحة في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران وما يعلم تأويله التأويل هو المعنى الحقيقي لا كما يضحكون عليكم يقولون لكم بأن التأويل يكون معنا ثانويا وإنما التفسير هو الذي يمثل المعنى الحقيقي التفسير والتأويل بمعنى واحد التأويل يمكن أن يكون أكثر حقيقة من التفسير إذا أردنا أن نفرق بين معنى التفسير والتأويل التأويل هو العودة بالشيء إلى أوله تأويل إرجاع الشيء إلى أوله إرجاع الشيء إلى أوله إرجاع الشيء إلى أصله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم كلامهم هو هو في كل الأزمنة في كل الأمكنة في كل المقامات وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموزة التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه إلى آخر ما قاله سيد الأوصياء خلاصة الكلام أمير المؤمنين هنا يثبت لنا حقيقة من أن الكتاب الكريم جعل حقائقه في رموز وليس في عبارات وهذه العناوين التي وردت في الرواية التي تتحدث عن معنى السلام على رسول الله هذه رموز هذه رموز الأرض المباركة الحرم الآمن البيت المعمور السقف المرفوع في كتاب التوحيد للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة الثامنة والأربعين بعد المائتين إنه الحديث الخامس عن أمير المؤمنين هذا هو المنطق العلوي حديث طويل حديث طويل في بيان يبينه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لرجل قال له من أنه في حالة شك في كتاب الله يا أمير المؤمنين إني قد شككت في كتاب الله المنزل قال له ثكلتك أمك وكيف شككت في كتاب الله المنزل قال لأني وجدت الكتاب يكذب بعضه بعضا فكيف لا أشك فيه حديث طويل في صفحة الثامنة والخمسين بعد المئتين مما قاله أمير المؤمنين لذلك الرجل فإياك فإياك أن تفسر القرآن برأيك فإياك أن تفسر القرآن برأيك مثل ما يفعل مفسر السقيفة بني ساعدة ومفسر السقيفة بني طوسي فإياك فإياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء العلماء ما هم هؤلاء الثلان في النجف وكربلاء العلماء محمد وآهل محمد بصريح القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هؤلاء هم الذين يعلمون حقائق القرآن هؤلاء هم العلماء وهذا واضح في أحاديثهم أئمتنا يقولون نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون شيعتنا المتعلمون إنهم يتحدثون عن أمثال سلمان المحمدي عن أمثال جابر الجعفي عن أمثال المفضل ابن عمر يتحدثون عن أمثال هؤلاء نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون فإياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء القرآن لا يؤخذ إلا عن محمد وأهل محمد هكذا بايعنا في الغدير فإنه رب تنزيل رب تنزيل التنزيل عنوان للقرآن فإنه رب قرآن رب كلام في القرآن فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر وهو كلام الله وتأويله لا يشبه كلام البشر ولذا فلا بد أن نعود إلى الذين يعلمون تأويله فقط من هنا أصر دائما حينما أقول لا يؤخذ القرآن إلا من العترة الطاهرة فقط وفقط وفقط هذا هو منطق العترة هذا ما هو منطقي ولا كلامي فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر وهو كلام الله والقرآن هكذا وتأويله لا يشبه كلام البشر كما ليس شيء من خلقه يشبهه كذلك لا يشبه فعله تبارك وتعالى شيئا من أفعال البشر ولا يشبه شيء من كلامه كلام البشر فكلام الله تبارك وتعالى صفته وكلام البشر أفعالهم فارق كبير في المعنى نحن نأخذ ديننا من هؤلاء من هذه الدقة ومن هذه البلاغة من هنا فأقول للذين يأخذون دينهم من هؤلاء أرفعوا رؤوسكم عاليا ولا تعبؤوا بهذه الحثالات من أصحاب العمائم الإبليسية العباسية القذرة أرفعوا رؤوسكم عاليا إذا كنتم تأخذون دينكم من هؤلاء هؤلاء هم الدين وهم أهل الدين وهم أصل وهم حقيقة الدين إنني أتحدث عن علي عن علي عن علي عن علي وآل علي فكلام الله تبارك وتعالى صفته وكلام البشر وكلام البشر أفعالهم فلا تشبه كلام الله بكلام البشر فتحلك وتضل هذه هي القواعد الأنيقة هذه هي القواعد الرشيقة هذه هي القواعد الحقيقة قواعد المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في الغدير ألا لعنة على المذهب الطوسي ألا لعنة على هذا المذهب البتري القذر ماذا فعل بنا وماذا فعل بأسلافنا وأجدادنا وآبائنا أبعدون هؤلاء الطوسيون عن حقائق دين العترة الطاهرة ألا لعنة الله على دينهم هذه قواعد المنطق العلوي نحن على هذا بايعنا في بيعة الغدير وماذا نقرأ أيضا نأقرأ عليكم من الجزء الأول من تفسير العياش وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة السادسة بعد العاشرة إنه الحديث التاسع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن القرآن بحسب بحسب دين العترة الطاهرة يدور مدار ولاية علي وآل علي إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن هذه الرواية توثق لنا الأحاديث التفسيرية التي ينكرها السفلة من آيات الشيطان العظمى بحجة ضحف الأسانيد هذه الرواية تحدثنا عن صحة تلك الروايات لأن الأحاديث التفسيرية جعلت ولاية علي وآل علي قطبا في بيان معاني القرآن وكل الحقائق التي بينت في تفسيرهم تدور حول علي لأن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي قال لنا علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يوجد فكاك بين هاتين الحقيقتين إنني لا أتحدث عن المصحف المصحف كتاب صامت الكتاب الصامت لا يمكن لا يمكن أن نقايسه بعلي وآل علي الحديث عن القرآن الذي مع علي وأن علي مع القرآن الكلام عن حقيقة القرآن وليس عن مصحف المصحف هذا شأن من شؤون الإمام المحصوم لا لأجله وإنما لأجل الناس الناس يحتاجونه الناس يحتاجون إلى كتاب قد كتب بالأقلام كتب بالحبر على الورق أنا أحتاجه أنتم تحتاجونه هذا المصحف من الشؤون التي نحن نحتاجها المعصوم لا يحتاجه حينما نقول من أن علي مع القرآن ومن أن القرآن مع علي نحن نتحدث عن حقيقة كونية للقرآن تمتزج بحقيقة كونية يقال لها علي هذا هو الذي يتحدث عنه رسول الله لا يتحدث عن مصحف فهل أن أمير المؤمنين كان يحمل المصحف في جيبه حتى ينطبق عليه هذا الحديث إذن يمكنني أن أحمل المصحف في جيبي وينطبق الحديث علي أيضا ماذا الهراء علي مع القرآن والقرآن مع علي الكلام هنا عن حقيقة كونية نورية للقرآن تمتزج امتزاجا كاملا مع حقيقة كونية يقال لها علي وفي الحقيقة لا يوجد قرآن القرآن هو علي هذه التعابير تعابير كنائية تقريبية لأجل أن يوضح النبي الأعظم لنا هذا المقام من مقامات علي تقريبية فكل الأحاديث التفسيرية عندنا والتي تعرضت للتحريف وللتصحيف وللتشكيك وللإنكار من قبل تلك النكرات في النجف وكربلاء من قبل أولئك الطوسيين اللعناء كل الأحاديث مدارها ولاية علي وهذا هو منطق علي وآل علي إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن والأمر ليس خاصا بالقرآن وقطب جميع الكتب لأن جميع الكتب تنطوي بكاملها تحت هيمنة القرآن القرآن هو الكتاب المهيمن على كل الكتب إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب عليها عليها يستدير محكم القرآن وبها نوهت الكتب ويستبين الإيمان يا علي هكذا قالها رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان الرواية في بصائر الدرجات الكبرى لشيخنا الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان عليها على ولاية علي يستدير محكم القرآن وبها نوهت الكتب ويستبين الإيمان هذا هو الأمر الذي فر منه مفسر الشيعة فإنهم ينكرون الأحاديث التفسيرية التي فسرت القرآن من أوله إلى آخره في ولاية علي وآل علي ماذا فعل مفسر الشيعة مراجع الشيعة الطوسيون اللعناء في حوزة النجف وكربلاء حاولوا الفرار بقدر ما يستطيعون كي يتجنبوا الأحاديث التفسيرية التي منطقها مبني على هذه القواعد التي قرأتها عليكم إلا آيات لا يستطيعون أن لا يفسرها في العترة الطاهرة وإلا فإن أمرهم سيفضح آية التطهير مثلا لا يستطيعون أن يفسرها إلا في العترة الطاهرة وإن كانت هناك أصوات شيعية تدخل نساء النبي في هذه الآية الكلام طويل في هراء مفسري الشيعة وخراء مراجعهم أضرب لكم مثالا إنني تحدثت كثيرا عن مفسري الشيعة وعن تفاسيرهم في برامجي فلا أريد أن أتناول الموضوع بكل تفاصيله بإمكانكم أن تعودوا إلى الحلقات والبرامج المختصة بهذا الموضوع وهي كثيرة منها ما يبث على هذه الشاشة ومنها ما يعرض على الشبكة العنكبوتية هذا هو الميزان إنما جئت بالميزان لأنه التفسير الأكثر تداولا في أيامنا الميزان للطباطبائي لمحمد حسين الطباطبائي وهذه طبعة دار الكتب الإسلامية في الجزء الأول في صفحة الأربعين ماذا يقول الطباطبائي في تفسيره والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم عليهم السلام أو على أعدائهم لأن الأحاديث التفسيرية هذا هو شأنها وهذا هو مضمونها فإنه يحاول الفرار منها بقدر ما يستطيع والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم عليهم السلام أو على أعدائهم أعني روايات الجري هذا المصطلح هو أنشأه اشتقه من قواعد التفسير العلوي من أن القرآن يجري مجرى الليل والنهار من أن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر إنها قاعدة المجاري أما هذا المصطلح وما وضعوا له من دلالة ومعنى لا علاقة له بمضمون بيعة الغدير هذا هراء وخراء في الوقت نفسه والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم عليهم السلام أو على أعدائهم أعني روايات الجري وفي كثير منها الأئمة يقسمون بالله أن معنى الآية هو هذا أن تفسيرها هو هذا فهذا يحدثنا بهذا السخف وهذه التفاه والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم عليهم السلام أو على أعدائهم أعني روايات الجري كثيرة في الأبواب المختلفة وربما تبلغ المئين المئات بل تتجاوز ذلك إذا أردنا أن نجمع كل المضامين التفسيرية في رواياتهم في خطبهم في أدعيتهم وفي زياراتهم لأن الأدعية والزيارات تشتمل على الكثير من المضامين التفسيرية ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية في بحث الروائي وهو لا يرد الروايات وهو بحث الروائي مع أنه مع أن طباطباء يجعل البحث الروائي على الحاشية إنه يفسر القرآن وفقا للمضامين التي جاءت في تفسير الرازي الفخر الرازي وفي تفسير الآلوسي وفي تفسير رشيد رضا وفي تفسير سيد قطب هو لا يقول الأسماء لكنني أعرفها والمختصون يعرفون ذلك وبإمكان المحققين أن يعود إلى تلك الكتب كي يجدوا أن طباطبائية قد نقل النصوص بكاملها من تلك الكتب ما ينقله من هذه الكتب وأمثالها يعده تفسيرا أحاديث أحاديث أهل البيت يوردها في بحث روائي في حاشية الموضوع ويجمع معها أحاديث النواصب يشكل على أحاديث أهل البيت ولا يشكل على أحاديث النواصب هذا الأمر موجود من أول التفسير إلى آخره أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة وأنا أعلم أن الرؤوس الكبيرة تتابع برامجي فبإمكاني أي أحد أن يعود إلى هذا التفسير كي يجد هذه الحقيقة واضحة ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية لخروجها عن الغرض في الكتاب الكتاب للتفسير وأحاديث أهل البيت التي هي للتفسير يعدها خارجة عن غرض التفسير هذا هو نقض بيعة الغدير الذي أتحدث عن النبي الأعظم يقول لنا لا تأخذ التفسير إلا عن علي السؤال هنا حينما بايعنا على هذا لا بد أن يكون لعلي من تفسير أين هو تفسير علي لا يوجد عندنا إلا الأحاديث التفسيرية هذا العهد المأخوذ علينا يشير إلى أن الأحاديث التفسيرية صحيحة لا مجال للتشكيك فيها وإلا على أي شيء بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ بيعة هي بيعة مع الله وبيعة مع رسول الله وبيعة مع علي من أهم مواثيقها أن نأخذ التفسير من علي فقط إذن أين هو تفسير علي الذي بايعنا عليه لا يوجد عندنا إلا الأحاديث التفسيرية يجب علينا أن نلتزم بها المراجع الطوسيون اللعنى ينكرونها يشككون فيها يرفضونها يحكمون عليها بالإعدام مثل ما فعل الخوئي وتلامذة الخوئي أن حكموا بالإعدام على تفسير إمامنا الحسن العسكري أن كره الخوئي من أول حرف فيه إلى آخر حرف فيه والحكاية طويلة الحكاية طويلة منذ أيام الطوسي منذ تفسير التبيان هذا موضوع واسع لا أستطيع أن أغطيه في هذه العجالة ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية لخروجها عن الغرض في الكتاب إلا ما تعلق بها غرض في البحث فليتذكر على الذي يطالع هذا الكتاب ليتذكر من أن تفسير الميزان هذا هو منهجه أضرب لكم مثالا هذا هو الجزء العشرون من الطبعة نفسها في صفحة الثامنة والخمسين بعد الأربعمائة في معنى التين والزيتون في البحث الروائي الذي جعله على الحاشية أورد بعض الأحاديث عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أن التين والزيتون الحسن والحسين إلى آخر الرواية سنقرأ هذه الروايات فماذا علق على ذلك وليس من التفسير في شيء من أنت يا أيها الطبع طبعي حتى تقول هذا القول محمد وآل محمد يفسرون قرآنهم ويقولون من أن التين والزيتون عنوان للحسن والحسين فتأتي أنت وتنكر هذا وتقول وليس من التفسير في شيء ويورد رواية عن الدر المنثور من أن البلد الأمين مكة ولم يعلق شيئا بينما حين أورد ما جاء في أحاديث العترة الطاهرة من أن التين المدينة والزيتون بيت بيت المقدس وطور سينين الكوفة وهذا البلد الأمين مكة هكذا يعلق أقول وقد ورد هذا المعنى في بعض الروايات عن موسى بن جعفر عن آبائه عن النبي ولا يخلو من شيء يعني هذا الكلام ليس متينا لكنه حين أورد الكلام عن الدر المنثور لجلال الدين السيوطي من أئمة الشوافع لم يعلق على حديثهم نقل رواية من الدر المنثور من أن البلد الأمين مكة الرواية أيضا قالت من أن البلد الأمين مكة لكن الدودة أين تشتغل الدودة تشتغل حينما قالت الرواية من أن طور السينين الكوفة هنا تشتغل الدودة الدودة المرجعية وإلا ليس مشكلة أن نقول من أن التين المدينة ومن أن الزيتون بيت المقدس المشكلة هنا ولذلك يقول ولا يخلو من شيء لكن حديث النواصب حين نقله من أن البلد الأمين مكة لم يعلق على حديثهم هذا هو الذي أتحدث عنه وهذا أمر منتشر في هذا التفسير وفي سائر التفاسير الشيعية وهذا هو الذي أقصده من أن الطوسيين نقضوا بيعة الغدير نذهب إلى فاصل صار واضحا عندنا هناك في القرآن رموز وهذه الرموز تدور مدار قطب القرآن وقطب القرآن مثل ما بيّن لنا إمامنا الصادق ولاية علي ولاية علي وآل علي هي قطب القرآن هي الحقيقة الكاملة التي تدور حقائق القرآن حولها الرموز التي ذكرتها الرواية في الكاف الشريف في معنى السلام على رسول الله الأرض المباركة الحرم الآمن البيت المعمور السقف المرفوع هذه رموز القرآن ورموز ثقافة العترة الطاهرة أضرب لكم أمثلة من رموز القرآن إنها سورة الطور بعد البسملة من الآية الأولى وما بعدها والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور هذه العناوين رموز إشارات لها دلالاتها العميقة بعض بعض منها جاء في الرواية البيت المعمور الرواية أشارت إليه السقف المرفوع الرواية أشارت إليه والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور أنا لست بصدد الحديث عن مضامين هذه الرموز إنما هي أمثلة أضربها لكم كي أصل معكم إلى جواب السؤال الذي طرحته في أول الحلقة فيما يرتبط بصورة نستطيع أن نتصورها عن وجود سيد الشهداء ووجود المهديين الاثني عشر في زمن الرجعة الكبرى وهذا الكلام ينطبق على وجود أئمتنا صلوات الله عليهم من غير الحسين زمن الرجعة الكبرى وعلى وجود سائر الأنبياء الموضوع واسع ومفصل مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين لرجب البورسي أمير المؤمنين الافتخارية هناك مجموعة من الخطب نقلتها لنا كتب الحديث هي خطب افتخارية في هذه الخطبة أمير المؤمنين أمير المؤمنين يقول أنا إمام الأبرار أنا البيت المعمور أنا السقف المرفوع أنا البحر المسجور أنا باطن الحرم إلى بقية كلامه صلوات الله وسلامه عليه تلاحظون هذه المضامين وهذه العناوين وهذه الرموس منها ما جاء مذكورا في رواية الكافي ومنها ما جاء مذكورا في سورة الطور أنا البيت المعمور فهذا جاء مذكورا في سورة الطور وجاء مذكورا في رواية الكافي التي تتحدث عن معنى السلام على رسول الله أنا السقف المرفوع وهذا أيضا جاء مذكورا في سورة وفي الرواية نفسها أنا البحر المسجور هذا جاء مذكورا في سورة في سورة الطور ولم يأتي مذكورا في رواية الكافي في خطبة أخرى من خطب أمير المؤمنين إنني أقرأ عليكم من الصفحة الحادية والسبعين بعد المئة الإمام يقول أنا الطور أنا الكتاب المسطور أنا البحر المسجور أنا البيت المعمور هذه العناوين هي هي عنوين سورة الطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إذا جمعنا بين الرموز في هذه الخطبة وبين الرموز في الخطبة السابقة فإن العناوين بأجمعها قد ذكرت في كلام أمير المؤمنين وهو يتحدث عن نفسه أنا أنا فهنا قال أنا البيت المعمور أنا السقف المرفوع أنا البحر المسجور وهنا قال أنا الطور أنا الكتاب المسطور أنا البحر المسجور أنا البيت المعمور هذه العناوين وهذه الرموز في سورة الطور بأجمعها تشير إلى علي سيأتينا الكلام بالتدريج حتى تتضح الصورة وهذه العناوين أيضا تشير إلى جهات مملكة الرجعة الكبرى وهناك ممازجة فيما بين علي وبين جهات مملكة الرجعة الكبرى سيتضح هذا الموضوع ولكن استبروا علي حتى تحيط علما ببقية المعطيات ومن جملة الرموز في الكتاب الكريم ما جاء في سورة التين والتين والزيتون إنها الآية الأولى بعد البسملة وما بعدها والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين هذه العناوين رموز ماذا نقرأ في دلالة هذه الرموز معاني الأخبار للصدوق وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة الثالثة والثمانين بعد الأربعمائة الحديث الأول في معنى التين والزيتون بسنده عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه عن آبائه الأطهار عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تبارك وتعالى اختار من البلدان أربعة فقال عز وجل والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين التين المدينة والزيتون بيت المقدس وطور السينين الكوفة وهذا البلد الأمين مكة هذه رموز وليس الحديث في الآيات ولا في الرواية عن الجغرافيا فقط هناك ارتباط بين العرض وساكنها مثلما هناك ارتباط بين الدنيا وأبنائها مثلما هناك ارتباط بين الزمان وأبنائه هذا وجه من الوجوه مجرا من المجاري فالقرآن يجري مجرى الشمس والقمار في تفسير القم وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والخمسين بعد السبعمائة ما نقله القم في تفسير هذه الرموز عن أحاديث العترة الطاهرة صلوات الله عليها التين رسول الله صلى الله عليه وآله والزيتون أمير المؤمنين وطور السينين الحسن والحسين والبلد الأمين الأئمة نقرأ في تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة وهذا هو الجزء الثاني للمحدث شرف الدين النجفي الاسترابادي وهو من أعلام القرن العاشر الهجري وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة في الصفحة في الصفحة الرابعة بعد العاشرة بعد الثمانمائة الحديث عن محمد بن الفضيل عن إمامنا الرضا محمد بن الفضيل قال قلت لأب الحسن الرضا صلوات الله عليه أخبرني عن قول الله عز وجل والتين والزيتون إلى آخر السورة فقال التين والزيتون الحسن والحسين قلت وطور السنين قال ليس هو هكذا يقرأ طور السنين ولكنه طور سيناء قال فقلت هو طور سيناء فقال نعم هو أمير المؤمنين قلت وهذا البلد الأمين قال هو رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة هناك مثال آخر إنها سورة سبع الآية الثامنة بعد العاشرة بعد البسملة في سياق الآيات التي تتحدث عن قوم سبع أذهب إلى موطن الحاجة من الجهة التي أريد الحديث عنها وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَا الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فيها قُرًا ظاهرة وَقَدَّرْنَا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين هذه رموز القرى المباركة والقرى الظاهرة رموز القرآن نزل على العبارة والإشارة إذا كنا نتحدث عن العبارة فإن الرواية رواية قوم سبع ولكننا نتحدث هنا عن الرموز والإشارة في المصدر نفسه في الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة في صفحة الثانية والسبعين بعد الأربعمائة إنه الحديث الثاني بسنده عن عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه دخل الحسن البصري الشخصية المعروفة دخل الحسن البصري على محمد بن علي إنه الباقر صلوات الله عليه فقال له الباقر يقول للحسن البصري وهو من أعداء العترة الطاهرة فقال فقال له يا أخا أهل البصرة بلغني أنك فسرت آية من كتاب الله على غير ما أنزلت فإن كنت فعلت فقد هلكت واستهلكت واستهلكت أي كنت سببا في هلاك الذين يأخذون منك فقال وما هي جعلت في ذاك قال قول الله عز وجل وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين ويحك كيف يجعل الله لقوم أمانا ومتاعهم يسرق بمكة والمدينة وما بينهما لأن النواصب وهذا ناصبي يفسرون الآية في أرض مكة والمدينة من أنها أرض أمان لأن الآية هكذا قالت وقدرنا فيها السيرة سيروا فيها ليالي وأيام آمنين من أكثر البقاع في الأرض سرقة هي هذه البقاع في الماضي وفي الحاضر في الماضي وفي الحاضر ويحك كيف يجعل الله لقوم أمانا يقول لهم أنتم آمنون ومتاعهم يسرق بمكة والمدينة وما بينهما وربما أخذ عبد أو قتل عبد يعني إنسانا وربما أخذ عبد أو قتل وفاتت نفسه ثم مكث مليا ثم أومأ بيده إلى صدره وقال نحن القرى التي بارك الله فيها فقال الحسن البصري جعلت في ذاك أوجدت هذا في كتاب الله أن القرى رجال هل يوجد ما يدل على ما تقول قال قال نعم قول الله عز وجل وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فمن العاتي على الله عز وجل وكأي من قرية عتت الحيطان أم البيوت أم الرجال فقال الرجال ثم قال جعلت في ذاك زدني قال قوله عز وجل في سورة يوسف واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها لمن أمروه أن يسأل القرية والعير أم الرجال واسأل القرية التي كنا فيها والعير العير هي الإبل التي تتشكل منها القافلة فالعير الإبل فهل السؤال يوجه للقرية أم أنه يوجه لأهل القرية للرجال القرآن قرآنهم والحديث حديثهم والمعرفة معرفتهم والدين دينهم فقال جعلت في ذاك فأخبرني عن القرى الظاهرة قال هم شيعتنا يعني العلماء منهم من أمثال سلمان المحمد من أمثال جابر الجعفي الآية لا تتحدث عن هذه الحثالات التي يقال عنها علماء هؤلاء حثالات فقال جعلت في ذاك فأخبرني عن القرى الظاهرة قالهم شيعتنا يعني العلماء منهم أما قوله تعالى سيروا فيها ليالي وأيام آمنين عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه آمنين من الزيخ أي فيما يقتبسونه منهم من علماء الشيعة من العلم في الدنيا والدين الآيات هكذا تقول وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا القرى التي باركنا فيها محمد وآل محمد وَجَعَلْنَا بينهم وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًا ظاهرة وَقَدَّرْنَا فيها السير إنه السير السعي في تحصيل المعرفة والعلم من هؤلاء العلماء وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين هذا هو دين العترة ماذا قالت الشيعة فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ذهبوا يبحثون في جهات أخرى باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث هذا هو واقع الشيعة ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور من هو هذا الصبار الشكور الرواية عن جابر بن يزيد عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور قال صبار على مودتنا وعلى ما نزل به من شدة أو رخاء صبور على الأذى فينا شكور لله على ولايتنا أهل البيت هذا هو قرآنهم وهذا هو تفسيرهم وهذا هو معنى أن ولاية علي وآل علي هي قطب القرآن في حقائق القرآن في رموزه وهذا هو الذي ينكره السفلة من آيات الشيطان العظمى ينكرون هذه الحقائق يضعفون الروايات والأحاديث بحسب قذارات علم القنادر علم الرجال هذه هي حقائق دين العترة الطاهرة وهذه الرموز تشير إلى عصر الرجعة العظيمة هذه الرموز في أعماقها تشير إلى عصر الرجعة العظيمة لماذا؟ لأن حقيقة الدين ستتجلى في آخر عصر الرجعة العظيمة في الدولة المحمدية العظمى نذهب إلى فاصل في غيمة الطوسي لمحمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة أربعمائة وستين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة مئتين واتساطعش هذا توقيع توقيع من توقيعات الناحية المقدسة محمد ابن صالح الهمداني يقول كتبت إلى صاحب الزمان صلوات الله عليه الكلام في زمان الغيبة الأولى التي نعرفها بالغيبة الصغرى إن أهل بيتي يؤذوني ويقرعوني بالحديث الذي روي عن آبائك عليهم السلام أنهم قالوا خدامنا وقوامنا شرار خلق الله هذا الكلام له حيثية له دلالة أنا لا أريد أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة وإنما أذهب إلى حاجتي في هذا التوقيع فكتب ويحكم هذا الذي كتبه صاحب الأمر ويحكم ما تقرؤون ما قال الله تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة فنحن والله صاحب الأمر هكذا يقول فنحن والله القرى التي بارك الله فيها وأنتم أنتم خدامنا وأنتم علماء الشيعة وأنتم القرى الظاهرة إن أهل بيتي هكذا كتب محمد ابن صالح الهمداني إن أهل بيتي يؤذوني ويقرعوني بالحديث الذي روي عن آبائك عليهم السلام أنهم قالوا خدامنا وقوامنا شرار خلق الله فكتب صاحب الأمر ويحكم ما تقرؤون ما قال الله تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة فنحن والله القرى التي بارك الله فيها وأنتم القرى الظاهرة الكتاب الكريم مشحون بمثل هذه الرموز فما جاء في سورة الطور والطور وكتاب مصطور إلى بقية الرموز وما جاء في سورة التين والتين والزيتون إلى بقية الرموز وما جاء في سورة سبع حيث جاء الكلام عن القرى المباركة وعن القرى الظاهرة وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وعياما آمنين إنه الأمان من الزيخ والأمان من الضلال وليس هو الحديث عن الأمان بخصوص أن نحافظ على أموالنا وأن نحافظ على ممتلكاتنا أو أن نحافظ على أنفسنا حينما نكون في مكة والمدينة السرقة والمخاطر ولطالما كانوا يقطعون الطريق على الحجاج عبر التأريخ ويقطعون الطريق على الحجاج ما بين مكة والمدينة ولطالما سفكت الدماء في المدينة نفسها وفي مكة نفسها ألم يضرب البيت بالمنجنيق حكاية التأريخ طويلة لا مجال لأن أرد الأمثلة فهي معروفة معروفة في كتب التأريخ وفي كتب السيار وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين من الزيغ آمنين من الضلالة آمنين من الجهالة آمنين من السخافة لأن كل ذلك يأتيكم من علماء السوء أما علماء العترة فإنكم ستكونون آمنين معهم فيما تأخذون عنهم من دين العترة لا فيما تأخذون عنهم شيئا من عند أنفسهم لا قيمة لهم ولا قيمة لأنفسهم وإنما الأمن والأمان فيما يأتينا من العترة الطاهرة فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا إنهم لا يريدون ما يأتي من دين العترة الطاهرة بالضبط مثل ما جاء في رسالة إمام زماننا إلى المفيد التي وصلت سنة أربعمية وعشرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم مالوا ذهبوا بعيدا مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة فهم ذهبوا إلى مسافات بعيدة تركوا ما كان عليه السلف الصالح وذهبوا إلى مسافات بعيدة فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا تركوا منهج السلف الصالح ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة أنتم ذهبتم بعيدا عن منهج السلف الصالح ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون إنه مضمون هذه الآيات وهذا هو الذي تحقق على أرض الواقع عند الشيعة منذ أن أسس الطوسي المشؤوم مذهبه اللعين سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة والحال هو هو إلى هذه الثانية فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور لكل صبار على مودتنا وعلى ما يلقى في سبيلها ولكل شكور لله سبحانه وتعالى على ولايتنا هذا هو تأويلهم لقرآنهم هذه حقائق القرآن الكتاب الكريم مشحون بالرموز والإشارات واللطائف والحقائق أدعيتهم كذلك زياراتهم كذلك رواياتهم كذلك ومن هنا فإنهم لا يعدون الفقيه فقيها حتى يكون عارفا بمعارض كلامهم وهذه مصادق من معارض كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما مر علينا في معنى التين والزيتون فمرة قالت الأحاديث من أن التين المدينة من أن التين المدينة إنه موقع جغرافي وبقية الرموز التي تحدثت الروايات الروايات عنها ومرة من أن التين رسول الله ومرة من أن التين هو الحسن المشتبى هناك ترابط هناك ترابط فيما بين العناوين بدلالتها الجغرافية وفيما بين العناوين بدلالتها على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار من أن الرموز هذه ترتبط برجعتهم الكبرى قبل أن أقرأ عليكم ماذا قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أضرب لكم مثالا مثالين لتقريب فكرة الرجعة الكبرى الأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه أخرى المثال الأول بناية كبيرة تتألف من مئة طابق وكل طابق منها يشتمل على عشر مؤسسات كبيرة جدا إنها بناية كبيرة كبيرة جدا تتألف من مئة طابق وفي كل طابق منها عشر مؤسسات كبيرة كل مؤسسة يوجد فيها مسؤول له سلطة كاملة على تلك المؤسسة وكل طابق فيه عشر مؤسسات له مسؤول عن الطابق كله وكل عشرة طوابق لها مسؤول والبناية بكاملها لها مسؤول كل مسؤول من هؤلاء المسؤولين له ولاية كاملة في مجال ولايته وكل ولاية لمسؤول من هؤلاء المسؤولين ترتبط ترتبط بالولاية العامة للمسؤول الأعلى فكل مسؤول في مؤسسته هو حر التصرف بحسب البرنامج الصحيح في حدود مؤسسته وكل مسؤول عن طابق من الطوابق هو يمتلك الحرية في التصرف الصحيح بحسب ولايته وكل مسؤول عن عشرة طوابق له الحرية في التصرف الصحيح في كل ما هو داخل في ولايته وكل ذلك مرده إلى المسؤول الأعلى الذي هو مسؤول عن كل الطوابق وعن كل المؤسسات الرجعة الكبرى عالم كبير عالم كبير في كل جهة في كل ناحية هناك نبي هناك إمام إمامته فرعية هناك وصي هناك وهناك كل واحد من هؤلاء هو في جهة من هذه المملكة العظيمة جدا الهائلة جدا ومرد الجميع إلى الرأس الأعلى إذا كانت الرجعة في زمن الحسين فإن مرد الجميع إلى الحسين وإذا كانت الرجعة في زمن إمامنا الكاظم فإن الرجعة بكل تفاصيلها تعود إليه صلوات الله عليه مثال آخر جسم الإنسان جسم الإنسان يتألف من مجموعة أجهزة هناك جهاز التنفس الرئتان إلى بقية أعضاء جهاز التنفس كل عضو من أعضاء جهاز التنفس يتألف من أنسجة وهذه الأنسجة تتألف من خلايا كل خلية لها ولايتها الكاملة عن نفسها وكل مجموعة من الخلايا لها ولايتها الكاملة على تلك المجموعة فيما بينها وهكذا كل عضو من أعضاء جهاز التنفس له مسؤوليته وبعد ذلك هناك مركز لجهاز التنفس وهكذا الجهاز الهضمي إلى سائر الأجهزة الأخرى وهناك أجهزة مهيمنة كالجهاز العصبي كالجهاز الدموي وهناك القلب وهناك الدماغ ووراء كل ذلك الروح فإن الطاقة التي يشتغل بها الدماغ وإن الطاقة التي يشتغل بها القلب وهكذا يكون الحديث عن سائر الأجهزة والأعضاء الأخرى في جسم الإنسان مرد طاقة إلى الروح الروح هي الإمام الأكبر الروح صاحبة الولاية الكبرى في هذا الإنسان هذه الكلمة التي يرددها الحكماء ومنذ زمن بعيد من أن الإنسان كون صغير ومن أن الكون إنسان كبير هذه الكلمة دقيقة جدا مثلما هو معروف في أبيات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أتزعم أنك جرم صغير والخطاب هنا في جهة من جهاته يوجه للإنسان يوجه لي ولكم ولكنه في جهة أخرى يوجه إلى علي فإذا ما توجه إلى علي فإننا سنصبح ظلال حروف وأشباح حروف مهملة لا معنى لها في حواش حواش الكتاب المبين إذا كان فيها من معنى فهو لا قيمة له ولكن الكلام قد يوجه لنا من الحيثية التي نحن فيها أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر وأنت الكتاب المبين الذي لأحرفه يظهر المضمر هذا الخطاب يمكن أن يوجه لي ولكم في حيثية من الحيثيات ولكنه في حيثيته الكبرى يوجه إلى أمير المؤمنين فهو الكتاب المبين نذهب إلى فاصل لا بد أن نعرف من أن العناوين التي تتحدث عن المواقع الجغرافية مثلما مر الكلام في معنى التين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين من أن العناوين هذه تتحدث عن المدينة وعن بيت المقدس وعن الكوفة وعن مكة هذه العناوين في زمان الرجعة الكبرى ستختلف اختلافا كبيرا قد تقولون كيف ذلك نحن نعيش الآن في زمان دولة إبليس في زمان جولة الباطل لا تتوفر الأسباب التي تستنزل البركات أتحدث عن البركات المفتوحة الدائمة وإنما تستنزل البركات بأسباب ضيقة محدودة في جولة الباطل ماذا نقرأ في الكتاب الكريم في سورة هوت في الآية الثالثة والسبعين بعد البسملة في قصة مجيء الملائكة إلى بيت إبراهيم وفي البشارة بأن إبراهيم سيرزق ولدا من زوجته سارة قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب فماذا قالت الملائكة لها في الآية الثالثة والسبعين بعد البسملة قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت هذه بركة محدودة بحدود هذا العنوان وليست بركة مفتوحة للجميع وفي السورة نفسها نقرأ في الآية الثامنة والأربعين بعد البسملة في قصة نوح النبي بعد أن انتهى الطوفان قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم هذه بركات محدودة هناك عذاب أليم قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم في جولة الباطل إذا ما نزلت البركات نزلت بنحو محدود الآية السادسة والتسعون بعد البسملة من سورة الأعراف ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لفتحنا عليهم بركات جاءة جاءت جاءت الكلمة منكرة ومنونة هذا يعني أن البركات تكون محدودة ما قالت الآية لفتحنا عليهم البركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لأننا في زمان جولة إبليس في زمان جولة الباطل وهذا الزمان يستمر إلى يوم الظهور ومن هنا فإنني حدثتكم عن صورة فائقة لمرحلة الظهور فهناك القيادة الفائقة وهناك البرنامج الفائق وهناك الطبيعة الفائقة وهناك الرجال والنساء الفائقون وهناك التقنيات الفائقة وهناك الحياة الفائقة وهناك منظومة العلاقات الفائقة كل هذه العناوين أسباب كي تتنزل البركات بنحو عميم واسع فإن أرض المدينة في زمان الرجعة الكبرى ما هي كأرض المدينة في زماننا وإن أرض مكة كذلك وإن أرض النجف كذلك وإن أرض كربلاء كذلك هناك تغير هائل سيتحقق في مرحلة الرجعة الكبرى البدايات ستكون في مرحلة الظهور الرواية هنا حينما تحدثت تحدثت بهذا المنظور أعود إلى رواية الكافي ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة المراد من الأرض المباركة هنا المكان الذي ستكون فيه مملكة الرجعة الكبرى في الكرة الأرضية في الأجرام السماوية في الملأ الأسفل في الملأ الأعلى هذه هي الأرض المباركة أرض مملكة الرجعة ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمنة وأن ينزل لهم البيت المعمور حتى أن البيت المعمور الذي هو في السماء الرابعة يكون كأنه بينهم إنها الأسباب والوسائل والقوانين التي ستتغير في كل التكوينيات وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع إنه أعلى مكان يمكن أن تصل إليه مملكة الرجعة الكبرى ولكن تذكروا فإن مملكة الرجعة الكبرى ستكون زائلة بعد انتهاء أجلها المحدد بعد انتهاء عمرها المفترط لأن البقاء هو لما سيكون في اليوم الثالث اليوم الأول لا خلود فيه يوم القائم اليوم الثاني يوم الرجعة لا خلود فيه ولذلك سينطوي هذا اليوم ولكن ولكن بعد مدة زمانية طويلة جدا اليوم الذي هو يوم الخلود ويوم القيامة الكبرى وفي الأحاديث والروايات عندنا فإن قسيم الجنة والنار علي وهو الذي يدخل أهل الجنان جنانهم ويغلق الأبواب عليهم وهو الذي يدخل أهل النيران نيرانهم ويغلق الأبواب عليهم وبعد ذلك يأتي القرار الأخير فينادي علي يا أهل الجنان خلود خلود ويا أهل النيران خلود خلود إنه يوم الحسرة والندامة على أهل النيران لأنهم قبل هذا القرار وقبل هذا النداء كانوا يتخيلون ربما ستنتهي مدتهم في النار يتأملون بشيء ولكن بعد أن يصدر القرار من قسيم الجنة والنار يا أهل الجنان خلود خلود ويا أهل النيران خلود خلود إنها الحسرة الطويلة والندامة الطويلة التي لا نفع فيها ولا فائدة فيها هنا يتجلى معنى يوم الحسرة والندامة في أجل صوره ويتجلى أيضا يوم الفرح والراحة والسرور عند أهل الجنان لقد انتهى كل شيء وولى مما كان في سابق الأيام وبدأت مرحلة الخلود في اليوم الثالث من أيام الله سبحانه وتعالى ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع فالحسين في مرحلة رجعته هو سيدها هو سيد الرجعة كربلاء شيء آخر والنجف شيء آخر ومكة شيء آخر وهكذا إن الأرض كلها شيء آخر لماذا؟ لأن البركات لأن البركات تتنزل بكل مراتبها ولأن الغيب يتمازج مع عالم الشهادة فإن الحياة ستكون بطعم آخر وبلون آخر إنها أرض مباركة فالبركات نازلة صاعدة والخير نازل صاعد وإذا ما صعد الخير من الأرض نزل خير يكون أكثر من السماء وهكذا هي سنن البركة وسنن الرحمة وسنن الخير إنه عالم يختلف بكل معانيه وبكل جهاته عن عالم نعيشه اليوم هناك ملكوت الرجعة هناك الرجعة وهناك ملكوت الرجعة في ملكوت الرجعة محمد صلى الله عليه وآله وما بين ملكوت الرجعة والرجعة نفسها فإن عليا هو الذي يقول ولست أنا أنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول من الطبعة نفسها في صفحة الثانية والعشرين بعد المئتين إنه الحديث الثالث من الباب الذي عنوانه أن الأئمة هم أركان الأرض أمير المؤمنين يقول ه وَنْهَ الأمر أَنْهَا والبلاية والوصاية وفصل الخطاب وإني لصاحب الكرات ما هي بكرة واحدة لأن عليا سيكون موجودا في كل الكرات لا يكون ظاهرا للجميع إنه في جهة من الجهات العميقة لمملكة الرجعة هو صاحب الكرات وإني لصاحب الكرات ودولة الدول يمكننا أن نقرأها وإني لصاحب الكرات ودولة الدول من أنني أنا صاحب دولة الدول فدولة علي قبل دولة محمد إنها مقدمة لدولة محمد العظمى دولة محمد العظمى في الرجعة الكبرى تستمر خمسين ألف سنة ودولة علي في الرجعة الكبرى تستمر أربعة وأربعين ألف سنة الروايات هي التي حدثتنا عن ذلك دولة محمد هي جنة الدنيا ودولة علي هي دولة الدول فدولته دولة الدول وعلي هو دولة الدول ولقد أعطيت الست علم المناية والبلاية والوصايا وفصل الخطاب وإني لصاحب الكرات يمكنني أن أقرأها ودولة الدول من أنه صاحب دولة الدول ويمكنني أن أقرأها وإني لصاحب الكرات ودولة الدول فأنا علي أنا دولة الدول هو دولة الدول الدول مراحل الكرات والرجعات لكل الأئمة إلا أن علي يكون موجودا في كل هذه الكرات فهو دولتها هذه الدول هذه المراحل من الرجعة الكبرى الذي يداولها علي هو دولة الدول فهذا العنوان ينطبق عليه وينطبق على دولته التي هي دولة الدول أمير المؤمنين مثلما يحدثنا إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في خطبة من خطبه إنني أقرأ عليكم من مختصر البصائر للحسني ابن سليمان الحلي وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة مما يقوله أمير المؤمنين فيا عجباه فيا عجباه وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يلبون زمرة زمرة بالتلبية لبيك لبيك يا داعي الله إنها الرجعة الصغرى ومر الكلام في هذا قد انطلقوا بسكك الكوفة قد شهروا سيوفهم الويل للكوفة كل الأحاديث عن النجف وكربلة الويل للعراق فيا عجباه فيا عجباه وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يلبون زمرة زمرة بالتلبية لبيك لبيك يا داعي الله قد انطلقوا بسكك الكوفة قد شهروا سيوفهم على عواتقهم ليضربون بها هذه هلام التوكيت ليضربون بها هام الكفرة وجبابرتهم وجبابرتهم وأتباعهم من جبابرة الأولين والآخرين حتى ينجز الله ما وعدهم في قوله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذه الآية في مرحلة الظهور هكذا فسروها لنا في أحاديثهم الكلام هنا عن الرجعة الصغرى ولكن الإمام بعد ذلك يعطف الحديث ليوجهه باتجاه الرجعة الكبرى فيقول وإن لي الكرة بعد الكرة والرجعة بعد الرجعة فهو دولته الدول هو هو دولة الدول مثلما دولته دولة الدول التي تستمر أربعة وأربعين ألف سنة قبل الدولة المحمدية العظمى هو هو بذاته دولة الدول فكل الكرات والرجعات علي موجود في حقائقها سالك سالك في طرائقها وإن لي الكرة بعد الكرة والرجعة بعد الرجعة وأنا صاحب الرجعات والكرات وصاحب الصولات والنقمات والدولات العجيبات إلى آخر ما قاله سيد الأوصياء فسيد الأوصياء موجود في كرة الحسين لكن الذي يظهر في الحرم الآمن الرواية التي قرأتها عليكم من أن الله سيسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن الحرم الآمن الجهة التي يكون فيها سيد الرجعة إنها عاصمة مملكة الرجعة وأرض فيها الإمام هي إمام الأرضين هذه قاعدة من قواعد ثقافة العترة الطاهرة وأرض فيها الإمام هم الذين يقولون إمام الأرضين هذا هو الحرم الآمن إنها عاصمة الرجعة أنها كانت أكانت في الملأ الأعلى أم كانت في الملأ الأسفل حيثما يكون سيد الرجعة في طرائقها وحقائقها وفي أفنيتها هناك علي هناك دولة الدول إنه صاحب الكرات وصاحب الرجعات فيما بين هذا وهذا فهناك المهديون الاثنى عشار وهناك الأنبياء أعداد الأنبياء أعداد هائلة مع أوصيائهم أعداد الأنبياء أعداد هائلة وكل نبي له أوصياء وكل وصي له خواص هؤلاء كلهم سيكونون في الرجعة الكبرى الرجعة الكبرى مملكة عظيمة مملكة عظيمة الكلام يحتاج إلى تفصيل أكثر لكن البرنامج ليس منعقدا للحديث عن الرجعة الكبرى إنما أردت أن أقرب لكم الفكرة عن الرجعة الكبرى فيما يخص وجود الحسين صلوات الله وسلامه عليه ووجود المهديين الاثنى عشار والكلام ينجر على بقية الأنبياء والأوصياء وأتباعهم المخلصين بهذا ينتهي كلامنا في فانوراما الظهور المهدوي من الحلقة الأولى وإلى هذه الحلقة وهي الحلقة الرابعة والخمسون وضعت بين أيديكم فانوراما بكل التفاصيل إنني ما صنعت شيئا جمعت أجزاءها نسقتها نظمتها كل شيء أخذته من قرآنهم المفسري بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحن نبدأ منهم وننتهي إليهم وإلا فإن الضلال هو الذي سيحوطنا لقد حاولت وسأبقى أحاول ألا أخرجكم أخاطب الذين يتابعون برامجي حاولت وسأبقى أحاول ألا أخرجكم من سياج ثقافة الكتاب والعترة بقدر ما أستطيع لا أعطي ضمانا مطلقا لكنني أعطي ضمانا من أنني سأحاول بقدر ما أستطيع حلقات فانوراما الظهور المهدوي انتهت لكن حلقات هذا البرنامج منتهت نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن زهرائيون نحن يا أم الحسين زهرائيون نحن يا بقية الله زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي سألكم الدعاء جميعا في أمان الله كما؟ زهرائيون س Verantwort أمان الله